النهاردة في لقطة فنية هنتكلم عن الراقصة المعتزلة صحر حمدي ومحطات في حياتها ولدت صحر حمدي في 26 يناير عام 1956 بالقاهرة بدأت حياتها الفنية كراقصة في صلاة الفنادق والملاهي الليلية شاركت بالتمثيل في خمس أفلام سينمائية هي ليتني معرفة الحب أرجوك أعطني هذا الدواء المشغبات في السجن والمشغبون في نوابعة وكان آخر أفلامها هو فيلم نان نوسا الفنانة صحر حمدي تعرضت لأزمة نفسية حتى بعد وفاة والدتها في أوائل التسعينات قررت بعدها ارتداء الحجاب واعتزل الرأس بعد زلزال عام 1992 بفضل الداعية عمر عبد الكافي والمطربة المعتزلة يسمي الخيام اللذان أقنعها بارتداءها الحجاب والبعد عن الوسط الفني وبعد ارتداء الحجاب عملت صحر حمدي لفترة كداعية إسلامية على قناة إكراء وبعدها تعرضت لوعكة صحية في 2012 نتجت عن تعاطيها علاج خاطئ مما اطلعها للسفر إلى باريس بعدما سائت حالتها الصحية ولم تتكفل نقابة المهن التمثيلية بعلاجها بحجة أنها ليست عدوى بها بعد سنوات من الغياب عادت الراكسة المعتزلة صحر حمدي للزهور مرة أخرى برفقة الإعلامية المصرية بوسي شلبي حيث قامت بوسي بنشر صورة لها برفقتها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام وفي أول تصريح لها بعد تحسن حالتها الصحية صرحت بإن الوسط الفني ندل وذلك بعد فترة من مرضها وتجاهل أصدقائها الفنانين لها ويعد زهورها مع بوسي شلبي هو الزهور الأول بعد غياب لسنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر